عملاً بأحكام المدة 11 من قانون الإجراءة الجزائية يعلم أنايب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه في طار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية الأساسية وسعة الاستهلاك والمدعمة من قبل الدولة أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ السابع والعشرين ديسمبر الجاري حكماً قضت بمجابه بمعاقبة ثلاثة أشخاص بعقوبة السجن المؤبد ورابع بعشر سنوات سجناً بعد إدانتهم بجنايتين مضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل جماعة منظمة عبر الوطن والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العموية ملف القضية تم تخلي عنه من قبل محكمة تمر أصل فائدة محكمة سيد محمد قسم مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بناء على طلب نيابة الجمهورية لهذه الأخيرة بالنظر لخطورة الوقائح